السلام عليكم وإليكم مع ناوين النشرة اجتماع وزراء الخارجية العرب يدين استخدام الكيميائي في الغوط ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في سوريا الأسد يؤكد أمام وفد إيراني جهزية سوريا لمواجهة أي عدوان وبروجرد يجدد تدحثير من أن أثار العدوان ستطول المنطقة بأسرها إحالة مرسي إلى محكمة الجينيات بتهمة التحريض على العنف ولجنة الخمسين تطلق المرحلة النهائية لتعديل الدستور المصري مقتل عشرات من عناصر حركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في قصف على معسكر أشرف في ديالا بالعراق أهلا بكم حتى التاسع من الشهر الحالي موعد عقاد جلسة كونغرس الأمريكي سوف يجهد رئيس الأمريكي وفريق عمله في إقناع الأمريكيين بجدوى توجيه ضربة عسكرية محدودة إلى سوريا ضربة بدأ أن الكثير من الدول الغربية بدأت تنفض يدها منها أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية أعادت خلال الساعات الماضية التأكيد على أن بلادها لن تشارك فأي هجوم على سوريا بلم يكن بتفويض من الناتو أو مجلس الأمن لتنضم إلى كل من بريطانيا وإيطاليا وكندا وغيرها من الدول التي لطالما شكلت غطاء لأي تدخل عسكري أمريكي في المنطقة أما عربيا فبدأ أن هناك من هو مستعجل أكثر من الأمريكي على ضرب سوريا شكلت تراجع الغربي نكسة وأحباطا له لكن هذه الحماسة العربية لضرب سوريا لم تمنع انضمام أصوات جديدة رافض لها فإلى جانب لبنان والجزائر والعراق برز الصوت المصري رافض للضربة إضافة إلى السودان وفلسطين وقد برز ذلك واضحا في اجتماع وزراء الخارجية العرب حيث دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياتهم في سوريا وحمل القرار نظام السوري المسؤولية كميلة عنها اجتماع عادي من حيث الزمان والمكان لكنه لم يكن عاديا من حيث ما شهده من مناقشات ساخنة حول التعامل مع تطورات الأزمة السورية تحميل النظام السوري مسؤولية جريمة استخدام أسلحة كيموية في منطقة الغوطة بريف دمشق كان قرار وزراء الخارجية العرب عاد العراق الذي امتنعى عن التصويت تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته قرار الجامعة العربية دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياتهم لاتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبي جريمة الغوطة مطالبا بتقديمهم لمحاكمات دولية وهو ما تحفظت عليه الجزائر التي دعت لانتظار النتائج النهائية لتحقيقات فريق المفتشين الدوليين حول هذه الجريمة إن كانت هناك مواقف أخرى خارج هذا القرار لبعض الدول العربية فهذا من حقهم لكن المتوافق عليه هو مضمن القرار القرارات التي انتهى إليها أول اجتماع لوزراء الخارجية العرب عقب مجزرة الغوطة بدت برأي محللين ضوءا أخضر للولايات المتحدة للتدخل عسكريا في سوريا الجامعة العربية اليوم أرست لثاني مرة ما يمكن تسميته بتعهد من جانبها أو ترحيب من جانبها أو قبول ضمن من جانبها باستخدام القوة لتغيير أنظمة في العالم العربي وأعتقد أن هذا يتعارض مع مصاق الجامعة العربية قرارات تأتي وسط انقسام عربي حاد بشأن التخلي عن خيار الحل السلمي للأزمة السورية وتبني حل عسكري لها قرار الجامعة العربية تجنب الإشارة صراحة إلى تأييد أو رفض التدخل العسكري الغربي في سوريا وهو ما يفتح بابا واسعا بحسب مراقبين أمام تأويل هذا القرار أحمد مهران القاهرة الميادين هذا وشهدت القاهرة تظاهرة رافض لأي عدوان على سوريا دعا خلالها المشاركون إلى موقف عربي ضد تدخل الأجنبي في سوريا رفضا لأي عدوان على سوريا تظاهر هؤلاء هنا في وسط القاهرة مطالبين الحكومة المصرية والجامعة العربية باتخاذ موقف حاسم ضد أي تدخل أجنبي في سوريا هنا دمشق لافتات رفعها المشاركون في التظاهرة التي دعا إليها الطيار الشعبي للتضامن مع الشعب السوري ورفضا للعدوان العسكري المحتمل ضد سوريا من قبل القوات الأمريكية على الحكومة المصرية أن تثبت أنها فعلا حكومة تعبر عن ثورة 25 يناير وعن موجتها العظيمة في 30 يونيو وأن تعلن أنها ترفض هذا العدوان وأنها تقف ضده وأن مصر قد خرجت فعلا من نفق التباعية للولايات المتحدة الأمريكية مصر والسوريا حزب الكرامة وحركة التمرد وحملة إمنع معونا وعدد من القوى الثورية والسياسية شاركوا في التظاهرة رفضا للتهديدات الأمريكية والغربية بالعدوان على سوريا ضد ما وصفوه بالمؤامرة الأمريكية التي تستهدف الجيوش العربية وقف الاعتداء الأمريكي الصويوني على سوريا وإذا كانت أمريكا تبحث عن مصالحها العليا كما تقول في توجيه ضربة عسكرية لسوريا فإحنا بنقول لها كل الشعوب العربية ستتحرك الآن لضرب المصالح الأمريكية بنقول لكل المتحالفين ضد سوريا ولكل المتآمرين على عروبة سوريا وعلى تقسيم منطقتنا العربية ووطننا العربي بنقول لهم إن إحنا في مصر إحنا حين سوريا وإحنا كلنا جنود سوريا وإحنا هنقدم لسوريا زي ما قدمت لمصر حمد العروبة طول الوقت المشاركون في هذه التظاهرة توجهوا إلى مقر الجامعة العربية ليسمعوا وزراء الخارجية العرب المجتمعين بالداخل رفضهم أي عضوان على سوريا وللمطالبة باتخاذ موقف عربي موحد حاسم بعيدا عن الضغوط الأمريكية نحن مش منتظرين حاجة من جماعة الدول العربية منتظرين حاجة من الشعب المصري والشعب المصري إن شاء الله حيقوم بوقف دي وقفة بيعملها الشعب المصري على إنه هو في خندق واحد مع الشعب السوري ويرى إن العدوان على سوريا عدوان على مصر عدوان على دمشق عدوان على مصر يا أمريكا يا ملعونة يا أمريكا يا ملعونة شعارات مناهدة للرئيس الأمريكي وأيضا مناهدة للعنف والإرهاب رفعها المشاركون في التظاهرة محذرين من تكرار سيناريو العراق في سوريا مؤكدين أن الصمت على ما يحدث في سوريا خيانة وأنهم مع سوريا قلبا وقالبا سمي الشناوي القاهرة الميادين ومن دمشق أكد الرئيس السوري بشار الأسد قدرة بلاده على مواجهة أي عضوان خارجي جاء ذلك خلال استقباله على أدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني وقد دعا بروجردي بعد اللقاء واشنطن إلى العمل لحل الأزمة السورية سلميا مجددا دعم طهران لدمشق على أساس أنها الركيزة الأساسية في محور المقاومة رسائل دعم إيرانية لدمشق حملها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني على أدين بروجردي للقيادة السورية الرئيس بشار الأسد أعلن خلال استقبال بروجردي قدرة بلاده على مواجهة أي عدوان خارجي كما تواجه العدوان الداخلي بحسب البيان الرسمي تنسيق عالي المستوى بين العاصمتين وتقدير لا تخفيه دمشق لوقوف إيران إلى جانبها خلال أزمتها الحالية نحن ممتنون جدا للوقف الصادقة والمخلصة من قبل الشعب الإيراني دعما لسمود سوريا وشعب سوريا وبالتالي اتسمت المحادثات بمطلق الجدية والشعور بالمسكولية تناسبا مع معركة المصير التي نخوضها ضد أشرار العالم الذين يتربصون بشعوبنا بروجردي أكد أن أي عدوان خارجي على سوريا سيكون مصيره الفشل تحذير واضح بأن العدوان سيشعل المنطقة برمتها ويرتد خصوصا على إسرائيل أي عدوان على سوريا سوف ينتشر وتتسع حدوده إلى كل منطقة الشرق الأوسط ويتم إشعال المنطقة وقبل كل ذلك سيهدد الكيان الصهيوني هذا الكيان الذي لن ينسى خسائره ولا يستطيع تحمل خسارة جديدة على يد المقاومة محادثات بروجردي مع المسؤولين السوريين تتوج جملة مواقف إيرانية داعمة لدمشق في مواجهة التهديدات الأمريكية مواقف تنطلق من أن استهداف سوريا يصيب إيران مباشرة أن سقوط سوريا هو سقوط لمنظومة المقاومة في المنطقة وبالتالي إيران تريد أن تقول أننا لن نسمح أبدا ولا نقبل بسقوط الدولة في سوريا وأيضا لن نتهاون بمجرد ما أشيع قبل أيام على أن هناك صفقة قيلة ما بين الإيراني والأمريكي أو ما بين الإيراني وبعض دول الخليج كوسيط لأمريكا تضيف محادثات بروجردي دعما إيرانيا لم ينقطع لدمشق خلال عامين ونصف العام من الأزمة دعم اقتصادي وسياسي وأمني محادثات بروجردي مع المسؤولين السوريين تحمل أكثر من دلالة في توقيتها توقيت تجدد طهران خلاله دعمها لدمشق في مواجهة التلويح الأمريكي باستهداف سوريا انطلاقا من أن النيران ستحرق المنطقة برمتها محمد الخضر دمشق الميادين دعا وزير الخارجية الأمريكية جون كاري الكونغرس إلى الموافقة على شن ضربة عسكرية ضد سوريا مؤكدا أن واشنطن لديها أدل على استخدام النظام السوري غزاسرين في الغطط الشرقية وفي حملة إعلامية تهدف إلى إقناع الكونغرس بتأييد قرار أوباما قال كاري أن العالم لا يمكنه أن يتغاضى عن استخدام أسلحة كيميائية داعيا لمعاقلة النظام السوري بحسب تعبيره بالمقابل جددت ألمانيا على لسان المستشار أنجيلا ميركل أن بلادها لن تشارك في عملية عسكرية قد تشنها الولايات المتحدة في سوريا وقالت ميركل أن ألمانيا يمكنها المشاركة فقط بتفويض من حلف شمال الأطلسي أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي نقلت وكالة رويترز عن مسؤولنا في وزارة الدفاع الأمريكية أن حملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية نيمتس وسفنا في مجموعتها القتالية اتجهت غربا نحو البحر الأحمر للمساعدة في دعم أي هجوم أمريكي على سوريا وأوضح مسؤول أمريكي أنه لا أوامر محددة لهذه المجموعة لكن تحركاتها تأتي في إطار الاستعدادات إذا طلب منها القيام بأي عمل أوباما في وضع لا يحسد عليه هذا باختصار جوهر معظم التعليقات في الإعلام الغربي وحليفه الفرنسي فرانسواء أولاند يواجه معارضة حزبية وأعلامية لا فتاقد تدفعه عجلا أم أجلا للتراجع سامي كلي لو بدأنا بفرنسا فأن الرئيس الاشتراكي فرانسواء أولاند في وضع لا يحسد عليه أيضا كل المعارضة اليمينية ضده وجزء من اليسار أيضا في مقدمه وزير الدفاع الفرنسي السابق جانبير شوفينمان الذي قاد سابقا حملة الاعتراض على اجتياح العراق معارضوه أولاند يطالبونه بتصويت في البرلمان للمشاركة في العدوان على سوريا ولو حصل التصويت فهو على الأرجح ليعطيه الإذن ولذلك فإن هولاند سيعتمد على تقرير للاستخبارات الخارجية الفرنسية ينشر بعد أيام قليلة يراد له أن يؤكد استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ومع ذلك فإن الرأي العام الفرنسية بشكل عام ضد العدوان وثمت من يسأل هولاند كيف تقبل اليوم بما عارضته أنت نفسك عام 2003 حين غزت أمريكا وبريطانيا العراق بذرائع مماثلة لم يبقى في أوروبا إلى جانب أوباما إذن سوى هولاند فإن تراجع الأخير يصبح وضع الرئيس الأمريكي فعلا في أسوأ مراحله وجه أوباما صفعة لكل حلفاء أمريكا من إسرائيل إلى تركيا فالدول العربية الراغبة بالعدوان ذريعته بأنه يريد إذن من الكونغرس بدت كتعبير عن تراجع وقلق وخوف فالدستور الأمريكي يجيز له العدوان دون العودة إلى الكونغرس إن شاء لماذا يطلب رأيه إذن؟ المعلومات تؤكد أن أوباما شعر فعلا بخطر ما يقدم عليه التهديدات الإيرانية كانت وضحة صمت حزب الله كان أوضح استعداد الجيش السوري للرد وربما بأسلحة استراتيجية روسية وغير روسية أثار القلق وفي المعلومات أيضا أن رسائل وجهت إلى دول غربية بأن كل مصالحها سوف تتعرض للتهدي أما وقد تراجع أوباما فهل يلغل عدوان أم يرجئه لظروف أفضل؟ هو تورط صار تراجعه هزيمة لكل المحور الذي يقوده ومغامرته خطيرة فهو أقر مبدأ العدوان ولكنه ما عاد يربطه بتاريخ وفي هذا التاريخ قد يتفق مع الروس ويتراجع نهائيا أو قد يضطر للعدوان ويتحمل ثمن المخاطر ففي هكذا أحوال يصبح الاستعداد للعدوان والاستعداد للصفقات سائرين في خطين متوازيين تماما أحالى من جديد أحالى النائب العام المصري الرئيس المعزول محمد مرسي على محكمة الجنايات لاتهامه بالتحريض على العنف كما أحالى المدعي العام 14 متهما يتمون إلى جماعة الإخوان في القضية نفسها بينهم قياديون في حزب الحرية والعدالة وأعضاء في فريق مرسي الرئاسي من جهة ثانية أصدر الرئيس المصري المؤقت عدل منصور قرارا بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 وأعلن متحدث باسم الرئاسة هوية أعضاء اللجنة لافتا إلى دعوة ستة أحزاب إسلامية للمشاركة استجاب منها حزب النور وأشار إلى أن اللجنة ستنطلق في التاسع من الشهر الجاري في مقر مجلس الشورى المتحدث الرسمي باسم حزب النور اعتبر أن هناك إقصاء متعمدا وواضحا للتيار الإسلامي في تشكيل لجنة الخمسين أفاد مراسل الميادين في بغداد بمقتل ما لا يقل عن عشرين عنصرا من منظمة مجهدي خلق الإيرانية المعارضة في قصف بالهون على معسكر أشرف في ديالا شمال شرق العراق المنظمة اتهمت الجيش العراقي بمهجمة المعسكر مصدر عسكري عراقي أشر إلى استهداف مسلحي المنظمة قوة الحماية المنتشرة خارجه بعد القصف ما أدى إلى مقتل عنصرين من الجيش وإصابة ثلاثة وفي فلسطين المحتلة حصيلة جديدة من الانتهاكات الإسرائيلية يسجلها شهر آب المنصرم أبرزها استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة عشرات الجرحة في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وبحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني نفذت قوات الاحتلال ما يزيد عن مائة واحد عشرة عملية اعتقال اعتقل خلالها ثلاثة وعشرون طفلا التقرير أضاف أن الانتهاكات الإسرائيلية شملت عمليات استطان جديدة والشروع في هدم منازل في القدس الشرقية في القدس أكثر من أربعمائة فلسطيني تعود جذرهم إلى القارة السمراء قدموا إلى فلسطين حجاجا ومجاهدين فآثروا البقاء فيها ودفعوا ما يملكون ليحفظوا حريتها ولو بعد حين في هذه المنطقة الملاصقة للحرم القدسي عاشوا حياة القدس بحلوها ومرها منذ نحو مائة عام حتى أصبحوا متجذرين فيها تماما كما تتجذر بهم وصولهم الإفريقية تعدادنا أن نحن ما يقرب الأربعينين أربعين عائلة في هذا الموقع والموقع الآخر هذا الموقع يسمى رباط على الدين البصيري بينما الموقع الثاني يسمى رباط المنصوري الحاجة أمين حسيني قال إنه هذول الأفرق الجماعة متدينين جدا جدا فلابد من إيجاد موقع لهم يكون قريب من الحرم الشريف إذن في هذا المبنى المملوكي بجانب باب المجلس سكن وترعرع أبناء الجالية الأفريقية أجدادهم أتوا إلى القدس من أربع دول أفريقية هي الشاد والسنغال والسودان ونيجيريا بدافعين الحج والجهاد فكان الجهاد نضالا مستمرا بالنسبة إليهم حتى اليوم إضافة أن في سنة 48 قدمنا كثير من الشهداء في سنة 67 كان هناك من أوائل أسيرات الفلسطينيات الأخ فاطمي برناوي اللي قضت عشر سنوات في داخل السجن وأبناء العام علي ومحمود جد اللي قضوا 17 سنة في السجن نحن الأفرق الفلسطينيين مضاعف اللي اتحد علينا مضاعف بداية كفلسطينيين وثانيا بحكم البشرة نحن بقولون اليهود كوشي يعني كوشي معنا عبيد نيجرز تعيش الجالية الأفريقية ظروف المقدسيين نفسها اكتظاظ سكاني كبير ومضايقات الاحتلال في البناء والعمل والتعليم لكن أفرادها من رحم الحرمان والمعاناة وجدوا لهم أفقا كهذه الجمعية التي ترعى شؤون الشباب وقضاياهم لتزيدهم ثباتا في بلدهم هناء محميد القدس المحتلة الميادين أصعد الله صباحكم مشاهدينا نبدأ جولتنا على بعض عنوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم مع صحيفة القدس العربي وفيها خلاف سعودي مصري حول دعم تدخل عسكري ضد نظام الأساد أمريكا تؤكد الحصول على دلائل لاستخدام غاز السرين في سوريا وفي القدس العربي نتابع حماس تنتقد اعتزام الجيش المصري إقامة منطقة عازلة على حدود غزة وتطالب بمنطقة تجارة حرة عوضا عنها وفي هذه الصحيفة نقرأ مصر إحالة مرسي لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين من القدس العربي ننتقل مشاهدين إلى الوطن السورية التي جاء فيها الرئيس الأسد التهديدات لن تثنين وفي هذه الصحيفة السورية أيضا مصر والكويت والجزائر والعراق ولبنان في محور والسعودية تواصل التحريد أما العنوان الأخير في هذه الصحيفة السورية الباب يدعو إلى الصلاة من أجل السلام في سوريا دائما مع الصحف العربية وننتقل الآن إلى الأخبار اللبنانية التي جاء في عنوينها لماذا تراجع أوباما وفي الأخبار أيضا تقرير من واشنطن يستشرف حراك التاسع من أيلول منورة كري قد تطيحه وفي الأخبار أوباما يلوذ بالكونغرس وبوتين يرتهم دمشق بالكيمياء هراء من الأخبار اللبنانية ننتقل الآن إلى القبص الكويتية وفيها الموعد تأجل العالم يبحث عن مصير الضربة كري الأسد استخدام غاز السرين وباريس تكشف وثائق سرية وفي القبص الكويتية أيضا الغانم الحكومة تشرح خطة مواجهة تداعيات ضرب سوريا الأربعاء وفي هذه الصحيفة امرأة تهدد بتفجير مقر محاكم دبي بسبب طفل نتابع وننتقل الآن إلى الدستور الأردنية وفيها الملك يأمر بتعديل صلاحيات أمن الدولة وفي هذه الصحيفة الأردنية نتابع رئيس الوزراء جاهزون للتعامل مع أحداث المنطقة الدم في سوريا دم عربي نهتم فيه ونألم له من الدستور الأردنية ننتقل مشاهدين أخيرا إلى اليوم الجزائرية التي جاء فيها مصريان وتونسيان ضمن منفذي العملية الإرهابية بأمناس وأخيرا خمسة قتلى وعشرات الجرحة وخسائر مادية كبيرة جراء أمطار توفانية بشرق البلاد إلى هنا نصل إلى ختم هذه الفقرة شكرا لطيب المتابعة أما الآن فعود إليك أحمد شكرا لطيب المتابعة ترجمة نانسيني قنقر